السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم على قناة فرنشاوي مع وليد مصطفى في سلسلة تعليم اللغة الفرنسية للشباب المراهقين في الفيديو السريع ده هناخد حاجة سهلة جدا وأنا لفت انتباهكم لها قبل كده بس لازم نعمل لها فيديو منفصل علشان نأكد المعلومة وده اللي هنتبعه بعد كده هتلقوني بأقول لكم حاجة في الفيديو على شكل سريع وبعدين نرجع نقولها تاني في فيديو تاني تكون انتو خدتوا بالكو منها ها قوة الملاحظة اللي بقول عليها ودي الاستراتيجية اللي بتعتمد عليها أغلب الكتب العريقة انها بتديكش المعلومة كده في معلقة فضوءك لأ بتخليك تلاحظ الأول تشوف الحاجة الأول وبعد كده تبدأ تدرسها لك وبشكل متدرج هنتكلم في النهاردة هنتكلم في دمائر الفاعل قلتهم قبل كده أنا قلتهم قبل كده اللي قهم ايه كانوا تلاتة وتلاتة تخواه سعينجوليه وتخواه بلو غيال أولا ايه هي هي ضمائر الفاعل معناها واضح بتيجي في دور الفاعل بتيجي في أول الجملة وبييجي بعدها الفاغب بيجي بعدها الفعل فضمائر الفاعل مقسومين لتلاتة مفرد وتلاتة جمعة على فكرة المفرد قصدهم الجمع بتاعهم يعني المفرد ج أنا الجمع بتاعها نو نحن تمام يبقى ج صدها نو أنا نحن طيب ت أنت أو أنتي الجمع بتاعها فو أنتم ولها معنى تاني خالص كده على جنب باسم فو للإحترام أما الضمير إل جمعها إل فيها أس الضمير آل جمعها آل أفك أس طبعا بقول أفك أس يعني ويذ أس اللي فيها أس تمام كده؟ هنقول عليها شوات ملاحظات كده أولها هو الضمير ج ج يعني أنا ضمير المتكلم ما ج لو جاي بعديه الفعل أول وفويال بيتحاول إلى ج أباستخف وبيتنطق مع الفعل في مقطع صوت واحد يعني كتلة واحدة تمام؟ الضمير تي عليه ملاحظة مهمة الناس كتير بقولوا الله طبعا لما بيبقى آخر الكلمة في ويال وبعدها في ويال بنحزي في الأولاني ونحط أباستخف مع تي حالة خاصة تي لا تتغير أبدا مطلقا حتى لو بعدها عفريت مش في ويال تمام؟ ليه؟ علشان ما تتشبهش مع حاجة تانية هتاخدوها بعدين لأن لو شلنا الـ لو حرف الـ وحطنا مكانه أباستخف هتبقى كده شبه حاجة هناخدها بعدين علشان ما يبقاش الكلمتين شبه بعض في الكتابة قال لك لا تي لا تتغير أبدا إيل يعني هو بتحل محل أي اسم مفرد مذكر سواء عاقل أو غير عاقل يعني علي ممكن أشيله وحط مكانه إيل طب الكتاب أشيله وحط مكانه إيه؟ إيل برضو في الإنجليزي مش كده حلو بيبقى كل لغة زي ما قلت بيقال لها إيه خصائص معينة إيل بتحل محل أي مفرد مذكر سواء عاقل أو غير عاقل طيب الضمير إيل برضو بيحل محل أي اسم مفرد مؤنف زي هبة أشيل هبة وحط إيل هي هشيل لا غاجل المسترة لا شايز الكرسي لا تاب للترابيسة وحط مكانهم إيل هي برضو عاقل وغير عاقل طب إيل أخيرها حرف إيل لو جاي بعديها في فيال ما تتشال لا مش هتتشال طب ليه؟ يلا أخبطة دي يا عم ركز إيه وحنا بنشيل الفويال اللي في الآخر ليه؟ عشان الصوتين متحركين ما يجوش ورا بعض طب هنا حرف كلمة إيل هل الإيل الأخيرة منطوقة؟ إيل اسمعها؟ إيل هل أنا نطقت الإيل؟ قلت إيل لا ما نطقتهاش طالما ما نطقتهاش يبقى مش عاملة مشكلة صوتية بالتالي ما بتتشالش وهنا بيظهر ضمير إضافي كده جاي من بره جاي من اللغة الشارع أو من اللغة العمية اللي قلتلكوا عليها قبل كده في لغة الكلام بين الناس ظهر ضمير جديد في اللغة وهو الضمير A الضمير A مش من الضمائر الأساسية يعني عندنا زي ما قلنا ثلاثة أساسيين أو أربعة مفرد وقصدهم أربعة جامعة دول الضمائر الأساسية الضمير A ده عامل لغة كتير جدا بس خلالنا نقوله بكل بساطة هو ضمير كده زي ما تقول نشأ من اللغة العمية وانت بتتكلم معنات سقول ده ده بيقوله كذا ده عملنا رحنا جينا ودينا آآ شترينا شوف تشوف شوف شوف بيقوله ايه ده بيقوله اذا هو ضمير بنسميه ضمير ناكرة لانه لا يشير الى شخص بعينه هو ضمير مفتوح كده عامل زي يقول open source مفتوح المصدر مش مقصود بي حد معين ولكن في كل سياق تلاقي معناه بيتغير انا بتكلم دلوقتي وانا قاعد باشرحلك هتلاقيني بقول on fait كذا on fait كذا يعني انا بعمل كذا انا بعمل كذا لو انا بتكلم عليك هتلاقيني بقولك on fait le de vogue احنا هنعمل الواجب مش انا اللي هعمل انا ما عملش واجب انت اللي هتعمل الواجب تمام لو بتكلم على مطش كورة والجماهير في الاستاد ومش عارف ايه وon fait كذا يبقى الجماهير بيعملوا كذا طب بتكلم على اللعيبة ومش عارف ايه وولك on passe le ballon بينمر الكورة يبقى هنا المقصود ان اللاعب بينمر الكورة خلاص الضمير on ملوش معنى ثابت لو بتتكلم في السياسة هتلاقيك on ده بيتقال على الجمهور او الشعب او الناس اللي يهمني هنا on ده لما شوفه اصرف الفعل معزاي اعتبر on حطه كده شلبيلة وحطه جنبي il وil في المفرد جنبهم بياخد نفس الفعل بتاعهم خلاص هيبقى فيه كلام تاني لاحقا بس كلام تاني مش عالفعل on بيساوي il في تصريف الفعل خلاص كده ايا كان المقصود بيه بقى المقصود ده في بطن الشاعر او في بطن المتكلم بغض النظر اقولك on fait كذا on s'appelle كذا on mange on y cut on regard بنشوف بنسمع ها 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 اذا الضمير on اعرفه انت بس يساوي il طب له معنى ثابت ملوش معنى ثابت معناه متغير ننتقل للبخنان للجمع ننتقل للبخنان سيجي البلوغيال ضمائر الفاعل الجمع هنلاقي الضمير no نحن ونحن بيحل محل اي حد اي حد ونا يعني احمد احمد ونا نو كذا كذا التلاميذ ونا اونا والتلاميذ يعني نو وبالتالي الفعل بتصرف معهم مع نو نفس الكلام الضمير المعنى المعنى الاساسي يعني انتم بيساوي مين ممكن يساوي اي حد وانت احمد اتوا صاحبك وانت صاحبك وانت على بعض كده يعني انتم طيب الضمير فو ليه معنى تاني زي ما قلت وهو بيشير الى شخص واحد ولكن للتعبير عن التقدير والاحترام فو ميسيو حضرتك يا ميسيو او فو مادام حضرتك يا مادام وهكذا لو بتتكلم مع شخص اكبر منك او شخص غريب عنك وتظهر له الكلام بشكل رسمي او بشكل فيه احترام مواضح يعني طيب الضميرين الاخيرين هم ايل وقال ايل بيشير الى اي اسم الجمع عاقل او غير عاقل مذكر اه مذكر لو كلهم مذكر طب لو اختلط مذكر مع مؤنس يعني اقولك مثلا من عمر هدير اذا ولد وبنتين يبقى ايل ايل جمع مذكر طالما فيه ولد المذكر بيغلب خلاص مش عنصرية ولا حاجة بس هو دي قواعد الجرامير يعني عشان عارف الناس اللي بتطلع تقولك ايه 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 بتشير الى جمع مذكر او الى جمع مختلط مذكر على مؤنس اين كان بقى العدد وطبعا سواء عاقل او غير عاقل ودي نقطة مهمة اما الضمير ال بيشير الى هن لجمع المؤنس جمع مؤنس تمام خليك معي عشان هقولك شوية اجزومبل وشوية تدريبات مهمة هتثبت معاك القعدة دي وعايزك تحل معي بسرعة التمرين ده على ادوات النكرة والمعرفة الاثنين تخونس فاغم اوبليغيال حول الى الجمع انا الاف هتكون ايه في الجمع هناخد كلمة الاف ونضيف لها اس الجمع بتاع ا هو د دي زالاف ممتاز مدرس الرياضيات كلمة بروفسور هنضيف لها اس تبقى بروفسور واخرها اس غير منطوقة ل الجمع بتاع هو ل ممتاز جدا ل بروفسور د مات ا مشرفة سورفيانت هتاخد اس لكن الاداة ا هتحاول الى سهلة جدا هتكون د سورفيانت مشرفات ان ساك دو ساك ساك هتاخد اس ان هتحاول الى د دي ساك دو احسن انت ممتاز جدا لا ستحاول الى ل ساك 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 غير منطوقة في النهاية طبعا طبعا عاديك تركز معي كويس في الجمل اللي هقرأها دلوقتي عشان فيها ملاحظات بخصوص دمائر الفاعل جو مابل وليد جو شايفها او شايفها طب شوفها الناحية التانية هتلاقيها جابيتو كار او نيجيبت انا اسكن في القاهرة في مصر جو و جي اباستخف علشان بعدها الفعل اوله هشميه طبعا مثال تاني جو تابل مونا جو عبيت او داكار او سنگال انتي اسمك مونا جو عبيت انتي تعيشي او تسكني او داكار او سنگال ال ملاحظة اللي خطي بالك جو لا تتغير حتى لو بعدها ويال او هشميه جمال يلي دان لا كلاس جمال عوض عنه بالدمير يل لانه مفرد مذكر عاقل طيب المسال التاني لساك الحقيبة لساك ان فرانسي كلمة مفرد مذكر هنعوض عنها بإيلين واغ انها تكون سوداء نوغا مفرد مؤنف هنعوض عنها بإيل إيل اي بلاند هي شقراء طيب لكل المدرسة مفرد مؤنف برضو والصغير عاقل ماليش دعو هنعوض عنها بإيل اي جغاند انها تكون كبيرة نوزا بيطان او كار نو كاخد الفعل اخره او ان اس قلنا في ضمير بيسويها في المعنى لكن بيتصرف الفعل معاك هنوئيل وهو الضمير انا بيتو كار انا بيتو كار وبننطق الان علشان الفعل اللي بعدي اوله حرف بويل ماذا لاف يا تلاميذي هكلمهم هم جمع وقلهم انتم تكونوا مستعدون الفعل اتصرف معاها صفة اخدت اس لاني بكلم جمع طيب قلنا في استخدام تاني وهو للاحترام لما اكلم واحدة ستة وقول لها مادام يا سيدتي فو ذات صرفت الفعل مع فو ذات لكن لو عند صفة زي بخي مش هجمعها لاني بكلم مفرد مؤنس هخليها بخات فو ذات بخات حضرة الجهزة هم يكونوا في الفناء الكتب والكرسات كلهم جمع مذكر هم يكونوا في حقيبة الظهر ياسمين اي عمر ياسمين بنوتا وعمر ولد طالما فيها ولد يبقى جمع مذكر هنعوض عنهم بالضمير ال افك اس هم يكونوا في الفناء ياسمين اي مانار اللي اتنين مؤنس يبقى هنعوض عنهم بالضمير ال ال هن يكون في الفناء وبالحد هنا نكون خلصنا الفيديو بتاع المهاردة شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته